تحولت هذه الغرفة إلى منزل يحتضن غنوة وعائلتها النازحة من قرية عين إبل جنوبي لبنان إلى بكفية لعام كامل خلال الحرب كانت الحياة طبيعية في قريتهم لكن انظارات بالإخلاء بداية سبتمبر الماضي أجبرتهم على المغادرة ورغم افتقادها إلى تفاصيل حياتها اليومية إلا أنها لا تتأمل خيرا من وقف إطلاق النار نحن طالعين عدد ضيعة ما عنا مطار الشرائط قطعت لأن عيني بلن ضربت ما في أنترنات ما في أشغال ما بش بدأت أطلع أعمل نحن كلنا مشتاقين وأنا أكثر واحدة مشتاق أطلع بيتي على ضيعة بس ما بعرف تشارك سعدة مخاوف غنوة فهي لم تغادر قريتها دبل إلا بعد أن قتلت عائلة بأكملها في غارة إسرائيلية ولن تستعجل العودة إلا بعد حصولها على ضمانات إذا ما نطلع عددية هلأ ونرجع من أول وجديد ننزح أو يبلش أصف حرام يعني هلأ عمنا نطول بيننا شوي هون هلأ حاليا منطول بيننا ما نشوفش اللي ينتشر الجيش اللبناني على أساس أملنا كبير بالجيش أنه ينتشر عنا بالجنوب هو لازم هيك يصير يعني لأنه الوضع ما بقى يتحمل شغل فرضت على الأهل وعلينا نحن ما قلنا فيها كل هذه الأصلة لا من أولا ولا من آخر فرضت علينا وعلى الأهل واضطروا الأهل يتركوا هالمناطق هلأ نعم بنحكى بواقف إطلاق نار بقى في كتير حبين يرجعوا وفي كتير متريسين ثلاثمائة شخص نزحوا إلى بلدة بكفية في قضاء المتن تكفلت جمعية كلنا عيل بكافة احتياجاتهم بعيدا عن أي دعم من الحكومة فدخل أبناء النازحين إلى مدارسها وتمكن بعض أرباب الأسر من الانخراط في سوق العمل يأمل أهالي عن إبل ودبل وغيرهما من الكرة الحدودية أن تنتهي حرب ألقت بتداعياتها عليهم رغم رفضهم المسبق لها لكن أملهم بالعودة يبقى محفوفا بمخاطر هدنة يخشون أن تكون هشة غنو يتيم بكفية الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر